هبة المليار يورو الأوروبية كانت السبب الأساس لهذا المشهد فكل خطر النزوح السوري الذي بدأ منذ العام 2011 لم يدفع مجلس النواب إلى الأنعقاد قبلنا لكنه فعلها اليوم بنصاب شبه كامل اجتمع النواب لمناقشة الهبة وأزمة النزوح السوري في جلسة اعتبر رئيس المجلس نبيه بري أنه يتوقف عليها مصير لبنان ناء برئيس مجلس النواب اليسبو صعب تمسك بسؤال عما إذا حصل تفاوض من قبل رئيس حكومة تصريف العمل نجيب ميقاتي ليأتي الجواب من الأخير أن لبنان لم يوقع أي اتفاق ولن يكون شرطي حدود وأن هذه مساعدات دورية واصفا ما حصل بالشعبوية والمزايدات أريد أن أؤكد أن هذه المساعدات غير مشروطة بأي شرط مسبق أو لاحق ولم يتم توقيع أي اتفاق مع الاتحاد الأوروبي بشأنها نحن الذين أصرينا أن تكون المساعدات المقدمة للنازحين السوريين لتشجيعهم على العودة إلى بلادهم وليس للبقاء في لبنان كما حذرنا من أن استمرار هذه الأزمة في لبنان سيكون ككرة النار التي لن تنحصر تداعيتها لبنان بل ستمتد إلى أوروبا لتتحول إلى أزمة إقليمية ودولية أولى الكلمات في المناقشة كانت لرئيس تكتل لبنان القوي أن أب جبران باسيل الذي فند بسبع نقاط أساس المشكلة والحال لأزمة كان من أول المنبهين لخطورتها فدعا إلى اعتماد تسمية الوجود السوري غير الشرعي لأزمة بأساسها مؤامرة لتفكيك دول المنطقة واستحدث باسيل عن عودة إلى المناطق الآمنة في سوريا شدد على وجوب أن يكون التعاطي بين الحكومتين اللبنانية والسورية تحت صقف القانون اللبناني واحترام الكرامة الإنسانية مؤشر الأساس اليوم أنه استبعاد بمؤتمر بيحكي عن النزوح وعن سوريا استبعاد الحكومة السورية فيه وهذا بيدل أنه ما عم ينبشوا عن حل للنازحين عم بيشوفوا كيف بدهم يستمروا بالأزمة زيتها وبه تمويلها التحذير الأول من البعض هو اعتبار كمان عودة النازحين هي أداة سياسية بيوجه النصاب النظام لزيادة هشاشته لا اعتبار بيعتبروا أن النظام لا يريدون أن يردون لسوريا وهذا ما يكون نحشره والاعتبار الثاني الذي هو داخلي هو التحريض وخلق المشاكل الداخلية لتبرير الأمن الذاتي والأمن البلدي كل منطق الفيدراليات الأمنية التي هي تحت أنوان حماية الوجود طالب دولة الرئيس منك أن نعمل جلسة تشريع الضرورة بموضوع الناس حين أولاً نحن نحن نتكتل مقدمين أربع أقوانين بعد أن نقر واحد منهم هناك واحد منهم من سنة 2018 مقدمينهم والأستاذ جورج الأكيد حريص هناك واحد عندك باللجنة من أيار 2023 هذا أنا قدمته في 2018 بعد لليوم من قر أنا أربع أقوانين ما بدي فصلهم بس باعتقد وحده إكرارهم بيؤدي لحلة للترباع المشكلة الركيز الثاني هي البلديات في كل الكلمات موقف موحد من توصيف خطورة أزمة النازحين السوريين لكن إثارة الأمر اليوم بعدما كان صمت سابقاً من قبل البعض أو اختلفت مقاربات المعالجة من نائب إلى آخر ففي وقت اعتبر جميل السيد أنه لو للأحداث الأمنية الأخيرة لما كانت الجلسة كرر جورج عدوان قوله فلتتفضل الحكومة بتطبيق القانون فحين اعتبر سامي الجميل أن هذا يتطلب قراراً سياسياً الموضوع ليس بحاجة للتوصيات وليس بحاجة الاجتماعات وليس بحاجة بحاجة برجع بالأقول للبنانيين بالسلطة عندهم القلب والضمير والركاب والأخلاق أنه يفكروا بلبنان ما يفكروا بمصالحهم برا يخاف من فيزا ما تعطيها سفارة أو يخاف من عقوبة يا دولة الرئيس بكرة وزير الخارجية بيستدعي للمفوض الغير سامي مش مفوض سامي علينا هو بيقلوا معك 24 ساعة بتسلمنا كل اللي عندك أو بتصير personal non grata في لبنان قبل ما نفتش كيف بدنا نجيب بواخر ونشق البحار ونعمل مشكلة مع العالم كله ليش ما منفكر بهالبواسط يلي فيها تنقل هالليجيئين على الحدود نحن ما عم نقول نحن بدنا نطلع النازحين بالبحر عم نقول نحن ما نوقف بطريق ونعمل سد منيع ونتطوع ونتبرع لنمنعهم نحن نعمل هيك لا بدنا نقوله نطلعوا بالسفن بس ما نمنعهم نحن بدنا صداقة مع الأوروبيين بدنا نخاطبهم من منطلع الصداقة لكن بمسئولية تماما مثل ما لازم نخاطب الحكومة السورية من منطلع الصداقة والمسئولية اليوم التعاطي الدولي بالملف لازم يكون داخل سوريا مش بلبنان نحن ما زلنا عم نشجع البقاء بلبنان خلينا نتواضع ونروح لتواصل مباشر مع سوريا إذا بدنا نحل المشكلة في الأساس الجلسة خصصت للنزوح السوري إنما في كلام بعض النواب حضر أيضا الملف الرئاسي وكانت دعوة إلى ضرورة فتح المجلس لإنجاز هذا الاستحقاق كما طلب البعض الآخر بعقد جلستنا حول تطورات الجنوب